وفريق كرة اليد بيستعد لنادي جزيرة الورد اللي هي لعبه بكرة في دور المحترفين في المرحلة الـ 12 فريق كرة اليد معايا 31 بونت المركز رقم 2 بفرر أهداف عن نادي الزمالك دلوقتي بقى متسويين في النقاط الأهلي خسر يليوبلس والزمالي خسر من نادي الجزيرة ويتسويين في النقاط لسه عندنا مباريات لنادي الأهلي متبقية لكن هم ماتش بتاع بكرة أولا لاندي جرين خلاص أهل فرقيتنا عندهم بكرة جزيرة الورد مباراة مهمة مباراة في الدوري لازم تعدي فيش حاجة اسمها في فرق مستوى لكن فرق مستوى بيباني داخل أرض الملعب لنجوم كرة اليد بنقول لهم أو أنا بقول لهم بحكم لعبتي بقول لهم كلمة مهمة نجوم أو فريق اليد قريب جداً لمكسب الدور جايز جميل تختلف معايا لكن أنا بقولها لكم صراحة بعد ما شفت المستويات الموجودة فريق كرة اليد قريب إن هو يكسب وبشد على كلمة قريب لكل لعبتنا ونجومنا في فريق اليد تعب وجهد وعرق داخل أرض الملعب هتلاقي الأمور تختلف تماماً بالتوفيق بيزد الله الفريق كرة اليد لك اللي خلينا نشوف نتائج الفريق في الدور التمهيدي حتى الآن وجدول المسابقة والمباراة المتبقية ليه والإمكانيات اللي بتحصل فيها خلينا نشوف الأهلي مع الطيران بنتيجة 25-17 أهلي بيفوز والخسارة الوحيدة من نادي هليوبلس 23-22 والأهلي مع حدايا الأهرام 24-19 الأهلي والحوار 22-13 والأهلي والزهور 29-19 وسموحة والأهلي الأهلي بيفوز 28-23 والأهلي والبنك الأهلي 23-18 الأهلي وستة اكتوبر 29-25 والأهلي والمعادي 29-21 الحوار والأهلي 27-22 والأهلي وطلايا الجيش 24-18 لغاية وقتنا هذا الأهلي بيفوز خلينا نبص على جدول الترتيب الزبالك في المركز الأول لعب 11-10 خسر المباراة ليه 365 هدف وعليه 293 والفارق 72 برصيد 31 نقطة النادي الأهلي المركز الثاني 11 مباراة لعبهم فاسف عشرة خسر في المباراة ليه 286 هدف وعليه 226 هدف وستين هدف فارق و 31 بنت للنادي الأهلي لو بصنا على الأهداف اللي على الفريق أو الفرق كلها نلاقي النادي الأهلي أقل فرقة داخل فيها أهداف بمعنى أن ادفاع النادي الأهلي هو أخوى ادفاع الغاية وقتنا هذا داخل البطول وده شيء مهم في كرة الرياد الحديثة واعتقد إضافة من المدير الفني السويدي أولا لاند جريد المركز الثالث تلايع الجيش برسيد 29 نقطة بيشترك معاها نادي سموحة 29 نقطة والمركز الخامس السادس بورتنج هيليوبلس برسيد 27 27 المركز السابع نادي الجزيرة برسيد 25 نقطة والثامن المعادي برسيد 24 والتاسع الأولمبي 22 والعاشر البنك الأهلي برسيد 21 نقطة 11 أصحاب الجياد 19 و12 الظهور 18 بنت بيشترك مع نادي جزيرة الورد الرقب 13 برضو ب18 بنت وفي المركز الـ 14 نادي حداء الأهرام برسيد 16 بنت وطيران والفيوم برسيد 15 بنت 15 و16 والمركز 17 6 أكتوبر برسيد برضو 15 بنت ونادي الحوار برسيد 14 نقطة وده آخر الترتيب مباراة الأهلي المتبقية لـ 14 نوفمبر جزيرة الورد والأهلي في نادي استاد المنصورة والأهلي والفيوم في الأهلي يوم 15 نوفمبر بعد بكرة على طول السبوع اللي جاي على طول الأهلي بيلاعب نادي الجزيرة يوم 21 نوفمبر ومباراة مهمة مباراة قوية لازم الأهلي يعمل حساب والفريق نادي الجزيرة لأن فريق نادي الجزيرة فريق صاعد وعنده فرق كويسة أو شباب عناصر وعدة الاهلي واصحاب الجيادة الـ 22 نوفمبر وسبورتينج والاهلي ودي الاهلي هيسافر يوم 28 يلعب في اسكندرية معانيل سبورتينج ويرجع بعد كده عشان يقابل نادي زمالك يوم 29 نوفمبر في ختام الدوري بكده يكون الدور الاول خلص ويتبقى الدور التاني والدور التاني في حاجة مهمة لازل نكونوا فاهمينها ان نتائج الفرقة الفرقة بعد الدور ده هيترتب بعد يوم 29 نوفمبر الفرقة هتترتب من اول للـ 18 وفي الاخر هياخدوا اول 8 فرق يلعبوا بهم دوري من دور واحد الراوند التاني بمعنى اي نتائج لأول 8 فرق في الراوند الاولاني هيطلعوا بيهم يعني الاهلي وهليوبلس لو دخلوا مع بعض في التمانية يبقى الاهلي يخسر من هليوبلس اول مباراة نفس الكلام الزمالك والجزيرة لو الجزيرة دخلت في التمانية يبقى الزمالك والجزيرة يبقى بكده مباراة الاهلي والزمالك مباراة مهمة جدا جدا بالنسبة لفريق الاهلي لانها ان شاء الله بإذن الله تخش ليدنج علي على ناتزة مالك تقدر تروح ليه ترتيب كويس في آخر الدولي نتمنى له التوفيق بإذن الله مع المدير الفني أولى لاند جرين اللي فعلا طور من أداة الفرقة وبالذات طور في الناحية الدفاعية وحراسة المرمة ما شاء الله عليهم اللهم لا حسد وبالتوفيق في المرحلة الجاية